بارح خدت فترة مفتوحة كده مع حضراتكم وتحدثنا عن فكرة الرياضة والإعلام الرياضي وقرة القدم ودورها اللي المفروض كلنا نفهمه كلنا اللي شغالين في الشغلانة اللي شغالين في الإعلام اللي شغالين في الرياضة وفي الكرة المشجعين بتاع الكرة كلنا نبقى فاهمين إن الكرة والرياضة حاجة للاستمتاع للتسلية لتهديئة الأعصاب اللي عنده ضغوط كده يتخلص منها بمباراة ببرنامج في محتوى محترم مفيش أزمات مفيش مشاكل مفيش تعصب مفيش خنايات مفيش تبادل شتايم مفيش أزمات تبقى الحياة سهلة وحلوة وجميلة تفضل الكرة والرياضة هي المتنفس للجميع مع كل ضغوط الحياة كلنا عندنا ضغوط في حياتنا فنروح للكرة نقول يا سلام أهدى بقى ساعتين يا سلام أفرج على برنامج ساعتين كده وأرتاح نفسيا وأفرج على حاجة مسلية صح؟ قلنا كده وقلنا إنه مش من المفترض مش من المفترض إنه إحنا كلنا نتجر الخنايات والشاطر الشاطر اللي يبعد بيشوف خناية كده وليه ما ليش دعوة أنا بتاع كورة وبتاع رياضة أنا أمالي أنا بالخنايات ده الشاطر همتكلم هنا على مستوى الإعلام وعلى مستوى المسؤولين الرياضيين وعلى مستوى كمان المشجعين المشاهدين المتابعين يا لما تشوف حد بيشتم بيزع بيعمل أزمة مش أفرج عليك أنا روح أفرج على حاجة هدي العصابة أنا لليه يوطر دي أنا لليه يعمل لي مشكلة طيب اللي بيعمل أزمة ده بقى واللي بيعمل أزمة هنا واللي بيعمل مشكلة واللي بيعمل تعصب واللي بينرفز وبيعصب الناس ويوطرهم ده في البلد دي بيتسب لا لا ليه عشان حلاوة البلد دي عظمة البلد دي إن فيها مؤسسات مؤسسات بتقوم بدورها في الوقت المناسب يعني لا فوضى لا تعصب عشان كده الصحفي الكبير أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أعلن النهاردة خلال المؤتمر الصحفي اليوم السلساء تعالوا نشوف بيان مهم جدا فيه قرارات مهمة جدا للمجلس الأعلى للإعلام تخص تحديدا الإعلام الرياضي كرارات المجلس الأعلى للإعلام فيما يخص تنظيم العمل تحديدا في الإعلام الرياضي واحد سحب ترخيص القنوات التي تتجاوز القانون اتنين اتغاز إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية وسيتم إرسال بلغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر ثلاثة دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسية النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميساق لمحاربة تلك التجاوزات أربعة نطالب القنوات بالتوقف الفوري عن ما يتم بسه من تجاوزات خادشة للحياة خمسة الأعلى للإعلام لا يستهدف شخص بعينه أو نادي بعينه ولكن يدعو لعدم إصارة القراهية سهلة ولكن يدعو لعدم إصارة القراهية ثالث ولكن يدعو لعدم إصارة القراهية مين عائل ومين شخص سوي بيبقى عايز يعمل إصارة ويعمل تعصب ويعمل قراهية في إيه يا جماعة في الكورة في إيه يا جماعة في اللعبة اللعبة لحد بيعمل كده حلو بقى حلو وزي ما بيقولوا كده اللي على راسه بطحة بيحسس عليها حلو نقطة نظام وأنا يعني إيه ممكن أسيب يعني شوية وقت كده الناس تاخد مساحة تتكلم وتتكلم في الرياضة والناس أنا أدعو بتصور يعني لو موجود في المجلس لقى الإعلام بقول إيه يا جماعة دي آخر حاجة مفروض نبص عليها الإعلام الرياضي واللي بيحصل في الإعلام الرياضي ليه ده الناس اللي بتكلم في الرياضة يعني وفي الكورة والدنيا مفروض تبقى لطيفة ولذيذة ومسلية بس فجأة الناس في المجلس الأهل الإعلام الناس المحترمين مضطرين يبصوا على ده عشان يعملوا نقطة نظام نقطة نظام لازم يا جماعة كل واحد فينا يبقى مسؤول كل واحد فينا يبقى مسؤول خد بالك اللي بيطلع على الشاشة دي سواء كان إعلامي سواء كان ضيف ده أصبح مسؤول مسؤول عن كل كلمة بيقولها ليه؟ عشان كل كلمة بنقولها هي دخلة كذا بيت أنا وغيري والديوف اللي بيقوا معانا كل دول مسؤولين فلو أنت مش مسؤول لو أنت مش مسؤول لو أنت ما بتعرفش تبقى مسؤول يبقى ما تتكلمش في الإعلام قعد بقى قعد ببسط صحابك وعمل اللي أنت عايزه وعمل المشاكل وعمل حاجات بس لما تخش الملايين الناس لما تخش الملايين البيوت تبقى مسؤول مش عارف تبقى مسؤول؟ في مجلس أعلى للإعلام في مؤسسة مصرية محترمة تستطيع أن تتدخل في الوقت المناسب لضبط العمل الإعلامي للجميع يعني الحلال وبين والحرام وبين اللي هيمشي حلو أهلا وسهلا اللي هيمشي غلط بالقانون يتحسب تحية للمجلس الأعلى للإعلامي بصراحة تحية النهاردة البيان ده أسلج صدر الواحد يعني حسسنا خلاص بقى أنه كفاية كفاية نصبوت الدنيا موسيقى موسيقى